السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين ويا رب تبدأوا السنة الجديدة بسنة بشكل ايجابي وبطريقة لطيفة وان شاء الله باذن الله تحققوا كل احلامكم اه النهاردة هنتكلم مع بعض عن توقعات برج الحمل سنة 2021 عن المال والوظيفة وكل ما يخص برج الحمل بشكل ايجابي ان شاء الله وبطريقة لطيفة اول حاجة برج الحمل سنة 2021 هنقدر نقول سنة تحقيق الهدف وسنة المستقبل والسنة الجميلة ان شاء الله باذن الله عليك هتبدأ سنة 2021 بشكل ايجابي وهيكون عندك اكتر من فرصة عمل هيكون عندك تحقيق طموحاتك بشكل كبير جدا 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 وكمان وضعك المالي هيكون ممتاز وبشكل رائع علشان خاطر انت برج الحمل هتكسب تركيزك كله على دراستك وعلى مالك وكمان هتكسب تركيزك على تخطيطك النجدي شايف انه سنة 2021 هتكون سنة الشغل عندك والمال والتفكير الاجابي وكمان قدراتك العالية سنة 2021 هتفرق معاك جدا عن السنة اللي فاتت وهيكون عندك نجاح في جميع مهماتك واختباراتك بس بلاش يا برج الحمل المغامرات اللي هتكون مفاجأة وغير متوقعة منك هيكون عام 2021 عام مختلف جدا جدا ليك وهيكون خاص هتكسب الصبر والتسامح اكتر من العنف وعشان انت دايما مستعد للتعليم ودايما بتحب الاستفادة هيكون عندك صورة جديدة لعمل جديد اقدر اقولك يا برج الحمل ان انت هيكون عندك عمل جديد جدا حلو جدا ووظيفة هيكون عندك جميلة وكمان ممكن يكون عندك تركية ومكافآت بعض برج الحمل عندهم تركية وعندهم مكافآت جميلة اول سنة 2021 هتكون شخص بتحب الشؤون وبتحب العلاقات وبتحب ان انت تكون جد جدا في عملك وفي حياتك يا برج الحمل وكمان هيتحرك قوكب المشتري وده هيديك علامة بالكوة وبالدعم لتعليمك ونشاطك وتفكيرك في مواضيعك واعادة تفكيرك برضو في مواضيعك سنة 2021 سنة الدراسة عندك سنة التعليم سنة الاستفادة سنة التحقيق الهدف وتحقيق طموحاتك سنة المال سنة الوظيفة يعني سنة 2021 تقدر تسميها يا برج الحمل السنة اللي هي محتاجة منك كل المجهود والتفكير علشان تقدر توصل الى هدفك اقدر اقولك خلال الاشهر الخمسة هتقابل شوية سلبيات هيكون عندك بعض الصعود والهبوط وبعض الافكار السلبية اللي هي هتشتت انتباهك وممكن كمان تلاحظ وتقول حظك ومسيرك لا يدعمك بشكل من الاشكال لو فضلت بالوضع ده وفضلت بالافكار اللي هي بتشتت انتباهك هقدر اقولك ان انت مش هتقدر تكمل هدفك ولا تقدر تكمل حلمك خلال الاشهر اخر اربع شهور في السنة كل العقوبات اللي انت هتوجهها خلال الاشهر هتكون في صلحك في منتصف بعض الاشهر هيكون عندك نتائج كويسة جدا جدا وهيكون عندك كراحة جسدية وخالية من التوتر خلال اخر شهرين فقط لغير ممكن يحصل عندك تحدثات غير متوقعة في الرسم البياني الخاص به الحل التركيز في هدفك فقط لغير اقدر اقولك بالوضع انه شهر واحد هيكون عندك او هتجيب كل الافكار وتراجحها وهترجع تخطط من جديد بشكل كبير بس بلاش بعض الكرارات السطحية بلاش بعض الكرارات السطحية يا برج الحمل للعام بعض الاشخاص او بعض موليد برج الحمل اول السنة الجديدة هيقولوا احنا لازم نتغير احنا لازم بعض البنات هيقولوا ان احنا عايزين نفقد وزننا بعض الرجال هيكونوا عايزين يبطلوا التدخين هيكونوا عايزين يبطلوا او بعض البنات هيكونوا عايزين يبطلوا عادات او عادة سيئة بيعملوها او اي مشكلة بتواجهكم عايزين تبدأوا السنة جديدة بسنة مختلفة لأ بلاش تعملوا كده اول بداية العام علشان خاطر هيشتت انتباهكم وهيشتت افكاركم وهيدخلكم ان انتوا تدخلوا في امور عميقة وتفكير عميك وهتقابلوا مشكلة في الصعوبة وهتكون السنة مختلفة معاكم وبشكل عام فبلاش تبدأوا بالطريقة السلبية باول العام فكروا فيها بالراحة وابدأوا بطريقة لطيفة شهر اتنين هيكون شهر الحب عندك للاحسن ان انت تبعد عن سكة الحب سنة 2020 ركز بس بس على الهدف وعلى الافكار الاجابية في عملك من ناحية الحب انا هتكلم عنه في فيديو تاني بس حاليا انا بتكلم عن الصحة وعن الوظيفة والمال فشهر اتنين بلاش الحب ركز على الهدف والافكار الاجابية وحاول ان انت تتمتع بالوقت الصح مع الاشخاص الصح وتفكر في عملك شهر تلاتة اقدر اقولك هيكون شهر ممكن يكون شهر ميلادك هيكون عندك بعض المشاغل وهيكون عندك دخول محكمة ببعض ممكن يكون دخولها خير وممكن يكون شر لقدر الله ان شاء الله بإذن الله يكون شهر تلاتة يعد عليك بالخير يا برج موليد برج الحمل شهر اربعة هيكون عندك افكار مشركة وروائح ذكية وحقك في الماضي حقك في الماضي هيكون راجع لك وهيكون عندك مساعدة غير متوقعة وهيكون الناس اللي هي هتساعدك هيكون تأثيرها عليك من العيلة من بعض الاشخاص هيكون عليك تأثير شهر خمسة اقدر اقولك شهر هادي جدا جدا بس مع مزاجك يعني الهدوء كله هيكون عندك في شهر خمسة وهيكون عندك بعض الامور الجميلة والحلوة عندك في شهر خمسة يعني شهر الهدوء بالنسبة لك شهر ستة هيكون شهر التقلبات وفترة الصعود والهبوط شهر ستة هيشهر التقلبات وفترة الصعود والهبوط احذر لو فضلت بالطريقة اللي انت هتكون ماشي فيها بشهر ستة هقدر اقولك ان انت ممكن تلغبط كل الاهداف لو غيرت الافكار هتبدأ بطريقة سهلة ولطيفة وهيكون عندك طاقة عقلية وجسديا اخر الشهر هتكون رومانسي وهيكون عندك تغيير في الاحوال شهر سبعة هتوصل كل الافكار هتوصل الى كل افكارك وكمان يريد تخلي بالك كويس جدا من بعض الاشخاص اللي هم عايزين يستغلوك شهر سبعة هيكون عندك بعض حقيقة الاشخاص اللي هم عايزين يستغلوك وكمان ممكن في بعض الشهر او في نص الشهر هتحس ان انت متدايق ومخنوق ومش قادر ان انت تستخدم اي حاجة للاحسن ان انت تستخدم خيالك لحل مشاكلك شهر تمانية هتكون امورك كويسة جدا بشكل كبير وهتكون قادر على الاسترخاء والهدوء شهر تسعة هتبدأ الشهر بالادم الخطأ مش عارفة مش هتبقى عارف ان انت تعبر عن مشاعرك وهيكون عندك مشكلة في الصورة الذاتية وهيكون حالك شهر 11 هتكون الامور افضل وهيكون عندك حلول لحل مشاكلك وهتكون بعض الاختلافات شهر 12 هتكون معنوياتك عالية وهيكون اخر السنة عندك هيكون بعض الافكار وبعض الطريقة الاجابية طيب الفرصة اللي هي الفرصة الشخصية عندك يا برج الحمل خلال سنة 2021 افضل وقت او افضل العمل او افضل الفرصة عندك هتكون الاشهر الاربعة من السنة القمرين هيكونوا موجودين في برجك وهيكون عندك بداية جديدة او وظيفة جديدة او ان انت هتغير السكن او هتغير المكان او هيكون عندك بداية جديدة لحاجة جديدة عندك يا برج الحمل يارب توقعات سنة 2021 تكون سنة جميلة وسنة بسيطة وتوقعات بسيطة خلال عشر دقايق قلنا توقعات برج الحمل بالكامل ان شاء الله باذن الله يحصل تغيرات احسن واحسن واحسن باذن الله افضل وقت عندك هي الاشهر الاربعة للعمل سنة 2021 يا برج الحمل سنة الخير سنة الرزق سنة المال سنة الصحة الكويسة ان شاء الله باذن الله هتقابل عندك بعض العقوبات بعض الصعبات بس هتنجى منها بافكارك الخيالية وبتفكيرك الاجابي وان شاء الله باذن الله سنة تكون سعيدة عليك وسنة تكون فيها تحقيق كل طموحاتك زي ما احنا شايفين فيه التوقعات وفي عالم الفلق ان شاء الله باذن الله تقدر توصل الى هتفك وتقدر تغير من مكانك تحياتي ليك يا موليد الحمل